يا ابني اذا كان هالكلام صح ونفس ممكن تعاني من هيك مشكلة بعرف انه ما رح تقبل شي مني بس مع هيك رح قللك اي شي ممكن انه يطلع بايدي انا وكل شي بملكه من مال ورجال تحت تصرفك ليش لتواقف جنبي بس بدي افهم ليك ابني شكلك انسيت شغل اسمحلي زكرك فيه ييت بكون حفيد الوحيد يعني بها الدنيا كلها انا ما بملك غير هالحفيد وقت طهوره ما جبت له غير ساعة صغيرة وبسيطة مش همى الفوت انتباكن وحتى ما قدرت احمله بحضني وقل له كيفك يا جده ابني ما قدرت كون قبله له لما كان صغير ترك لي حفيد بس كمان مقدران كون جد لاله هلا متل ما بتعرف يا ابني فيني هلا افوت محاكم وافتح ملفات على قلب المحكمة فيني يصير جده بصفة رسمية بس حفيدي لصغير ما تبرك انت ابو اختارك اليك ما بده ابو الحقيقي يهداك وما اصر بهالشي وانا لهذا السبب طبعا ما رح قل له انا جدك ابدا ما بدي ديني تتخرب لانه انا كرمال سعادة حفيدي وكرمال سعادتك انت ونفس وكرمال ما ينهد الشي الحلو اللي بنيتوه لهيد قتلتلكم ابني الوحيد بايدي بس يا ترى هالشي بيمحيلي زنب طاهر وسكينة سواء هنيك عند الله سبحانه وتعالى ولا عندك بعرف انه زنبي مستحيل ينمحي طيب ابني الوحيد مات هلأ شو اللي مخليني بهالبلد ليش ما حملت حالي ومشيت انا ضليت هون لانه عندي امل اني شوف حفيدي هيت ولو مرة واحدة بالشهر وكرمال ما يضل حفيدي يتيم الاب والام والجد والاخوة بدي يوقف جنبك موسى قلتني ليش رح تعمل هيك قلتلك شو السبب تارف شو بتمنى من قلبي تكون هاي واحدة من الاعيبك الوسخة يا فيدات بتمنى اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر